بيانت مؤشرات هيئة تنظيم الاتصالات أن حجم بيانات الانترنت المستخدمة منذ عام 2020 قد زادت بما يقارب 50% لا سيما خدمات التواصل الاجتماعي وأشارت تآخر إحصائيات الهيئة إلى أن حجم استخدام بيانات الانترنت قد تضاعف بما يقارب 6 مرات وذلك بين الأعوام 2015 إلى العام 2021 ما أكد قدرة البنية التحتية لشبكات الاتصال في المملكة على مواكبة المتغيرات بكل كفاءة يعتبر قطاع الاتصال من القطاعات الأساسية التي ساعدت في تخطي العقبات التي واجهها المجتمع وقطاع الأعمال وخصوصا خلال مواجهة جائحة كورونا حيث كان لهيئة تنظيم الاتصالات دور كبير في تسهيل العملية من خلال بنيتها التحتية ما أسهم في انسيابية عملية الانتقال في قطاع الخدمات الحكومية والتعليمية والتجارية والصحية وغيرها من الخدمات المهمة عن بعد كما استمرت الهيئة بتمييز في طرح خدمات عدة أخرها إطلاق سجل اسم النطاق دوت بي أج وإصدار أول رخصة لتطبيق خدمات الثقة وخدمة التوقيع الإلكتروني تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية نحو التحول الرقمي وتأكيدا على أهمية الجودة ومراقبتها تستخدم الهيئة منصة ثابتة لتدقيق جودة خدمات الاتصالات في سبع مواقع تستقبل من خلالها شكاوى المستهلكين الطارئة لتوفير قياسات دقيقة لتجربة المستهلك ولمراقبة جودة الخدمات والتقطية التي يوفرها مزود خدمات الاتصالات المتنقلة كما أطلقت الهيئة أسطولا من السيارات لمتابعة الشكاوى المتعلقة بالخدمات المتنقلة بهدف زيارة مناطق المملكة المختلفة وتنفيذ الاختبارات بصفة دورية هيئة تنظيم الاتصالات تعمل وفق رؤية استراتيجية تعتمد على تعزيز المنافسة ووضع إطار تنظيمي ديناميكي وفعال بصفتها جهة تنظيمية ذات كثاءة عالية تهدف إلى تقديم التقنيات الحديثة من خلال اتصالات واسعة المدى وتمكين المستهلكين وفق أحدث المعايير للأمن السبراني والسلامة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين